السلام عليكم ورحمة الله أبنائة الله بالصف الأول السنة وإن شاء الله في فيديو النهاردة هنعمل مراجعة شاملة استعداداً لاختبار شهر نوفمب والمراجعة عبارة عن بنك أسئلة متكاملة على الوحدة الثالثة والرابعة أول سؤال عندنا سؤال تشوز هنختار إجابتين صحيحة نومبر وان بقولك أنا عيش في قرية هادية السنون من كلمة بيسفل بيسفل معناها هادئ يبقى هي بتساوي كلمة قلب وكمان عندك quiet نومبر دو The story I read yesterday القصة اللي قرأتها بالأمس was boring كانت ممل الانتوني من كلمة boring عكس كلمة boring boring معناها ممل يبقى العكس بتاحها exciting مسير لطرقه وعندك كمان interesting شيء نومبر ثري The room was empty and nobody showed up الغرفة فارغة وما فيش حد ظهر فيها السنون من empty empty معناها فارغة يبقى بتساوي vacant وكمان عندك occupied نومبر فور can I borrow your car for the weekend ممكن استلف سيارتك الانتوني من كلمة borrow borrow عكسها lind وكمان عكسها return هما الاتنين عكس borrow نومبر سيكس I don't like this nasty dog أنا لا أحب هذا الكلب الكريهة أو البزيء The synonym of nasty معنى nasty nasty معناها disgusting وكمان من ضمن معانيها offensive نومبر سيفن He is overweight هو وزنه زيادة بطي can still run fast لكن ما زال بيعرف يجريه بسرعة Which word can be used instead of overweight عايزين معنى كلمة overweight overweight معنى زيادة في الوزن فممكن يحل محلها plump letter A أو كمان letter D fat نومبر 8 The store cheats its customers المتجر بيغاش الزبان بتاعته through false advertising من خلال الإعلانات المزيفة The word cheat can be replaced by cheat معناها يغشة ويخدع يبقى بتساوي في المعنى كلمة trick يخدع letter A وعندك كمان letter A deceive بتجيب معنى يخدع نومبر 9 wait for me until I my jacket انتظرني عايز يقول حتى أرتدي الجاكت بتاعي يبقى ينفع نقول wear my jacket أو put on my jacket letter A letter D نومبر 10 the role of the law is to protect the weaker دور القانون انه يحمي الضعيف the stronger and the bully من القوي والمتنمر يبقى يحمي ضد أو من فحنقول from وممكن نقول against نومبر 11 we come here once a year expecting a quiet holiday عايز نوصف الأجازة بصفتين كويسين يبقى هنقول relaxing وكمان comfortable الاتنين معناهم مريح 12 good people never cheat or lies الناس الكويسة أبدا ما بتغشش ولا بتقول الكذب يبقى لايز ينفع نقول معاها say lies أو tell lies letter A بعد كده هنختار إجابة واحدة فقط 13 my friend is famous hear patience and kindness صدقتي مشهورة بصبرها وعطفها مشهور بتاخد معاها حرف الجر famous four 14 the team works hard to goals in the match الفريق عمل بجد لكي ايه أهدف في الماتش يحرز يبقى لجابة letter A score 15 jody buys cotton jody اشترت cotton from a merchant من تاجر and uses it to make laws واستخدمته كي تصنع ملابس merchant ممكن تحل محل كلمة trader تاجر الاتنين بنفس المعنى 16 my uncle has stayed abroad years عندك مضارع تام يبقى محتاجين يا four ya sains اللي اجابة تبقى four لأن four بيجي معاها عدد سيني number 17 he black beauty two years ago اجو من علامات الماضي البسيط يبقى ناخد الفعل يريد في الماضي 16 is not allowed at this school غير مسموح به في هذه المدرسة and we want all our students to feel safe وعايزين كل طلبنا يشعروا بالأمام يبقى احنا بنتكلم عن التنمر غير مسموح به bullying number 19 my baby sister never stops eating اختي البيبي ما بتتوقفش عن الاكل she is a healthy and happy يبقى عايزين نقول كمان انها plumb يعني مقلبازة number 20 it's not always easy to make new friends ليس مستهل ان احنا نكون صدقات جديدة new معناها جديد يبقى عكسها ايه عكسها old number 21 i read a book انا قراتي كتاب book is really useful طالما قررنا الاسم تاني يبقى نحطه قدامه ذا يبقى كده تعريف بالايه بالتكرار number 22 have you two as one زين سأله هل رحت as one من قبل يبقى اليجابة لطربي ever been ever بتيجي الاول وبعدين التصريف التالت number 23 i my brother because he always does what he says he will do انا ايه اخي لانه دايما بيعمل الحاجة اللي بقول عليها يبقى انا بثق في i trust number 24 i don't have friends at my school انا ما عنديش اصدقاء في مدرستي طالما استخدمنا فيه بحنحط معاها اني انا ما عنديش اي اصدقاء any friends number 25 i want to write انا محتاج اكتب short story it looks like fun عايز يكتب اي short story ما هيش محددة يبقى نحط قدامها ادات النكرة ايه i want to write a short story number 26 poem i read yesterday is really interesting عايز يقول القصيدة اللي قرأتها بالامس كانت شيقة يبقى هو حدد قصيدة معينة طالما فيه تحديد يبقى نحط قدامها the the point number 27 have you done the homework هل عملت الواجب فقال له نطقي طالما نفيه يبقى نطيت ليس بعد twenty eight she looks very weak and pale هي تبدو ضعيفة وشاحبة she must have a problem هي اكيد عندها مشكلة ايه مشكلة بالصحة health ما ينفعش اقول healthy تبقى health letter c twenty nine he has lost everything and now he is هو خسر كل شيء والان هو ايه هو شخص miserable بائس thirty my sister has a child اختي عندها طفلة with rosy cheeks بخدود ايه she is beautiful هي جميلة يبقى بخدود مباقلازة لها plumb thirty one it's known to us all that من المعروف لنا كلنا ان are usually cowardice بيكونوا عادة جبناء they only look strong against the weak هما بيكونوا اقوياء فقط امام الضعيف يبقى ده تعريف المتنمرين bullies letter b هما اللي بيكونوا اقوياء ضد الضعيف لكن جبناء مع القوي thirty two if you can leave a question in an exam لو تقدر تترك سؤال في امتحان this question is السؤال ده بيكون ايه بيكون اختياري optional thirty three students who a in the exam الطلاب اللي ايه في الامتحان will be excluded and face severe punishment حيتم استثناءهم او استبعدهم وحيواجهوا عقاب حاد يبقى الطلاب اللي حيغاشوا who cheat letter c thirty four he asked me for a advice about how to study well هو طلب مني نصائح عن كيف او ذاكر خد بالك ان النصائح ما بتنجمعش يعني ما ينفعش حطه قدامها لا اي ولا ان ولا افيو يبقى بالتالي الاجابة الوحيدة الصحيحة هو طلب مني بعض النصائح number thirty five I haven't got money left I need to borrow some انا محتاجة استلف البعض money لا تعدي بتاخد معها much طب ليه ما اخترناش ليت المهلية المعنىها قليل للكميات برضو هقولك لان ما تنسبش السياق الكلام ما ينفعش اقول انا ليس لدي القليل من الماء انا محتاجة استلف مفروض اقول انا ليس لدي الكثير من الماء thirty six sun has been shining all day sun شيء فريد من نوعه يبقى نحطه قدامه اداة التعريف the the sun thirty seven I haven't met my old friend since I to England انا لم اقابل صديقي منذ ان كنت في انجلاند سنس قبلها مضارع تام يبقى الجملة اللي بعدها ماضي بسيط تبقى الاجابة traveled thirty eight I can't believe it have you finished all your homework طالما عندك تعجب يبقى لازم نهاية السؤال تكون already اما لو شنا التعجب حتبقيت فهنا الاجابة already thirty nine this letter by toka هذا الخطاب عايزين نقوله كتبه مبني المجهول يبقى الاجابة لتر دي has been written number forty should be known for honesty and morons لازم يكون معروف بالامانة والاخلاء يبقى ده الميرشانت التاجر هو اللي مفروض يكون معروف بالامانة والاخلاء اللي عليه forty one I was in Italian restaurant بعد كده جملة تانية بقولك restaurant served god food ذكرنا المطعم مرتين يبقى في المرة الاولى نحطه قدامه اداة ناكرة ايطاليا مبدوها بصوت متحرك فتبقى الاجابة اين في المرة التانية هحطه قدامها اداة تعريف ذا تبقى الاجابة لتر ايه number forty two نورا عندها خيال رائع I think she will be a good اعتقد انها هتكون ايه جيدة يبقى story teller روية قصص طالما عندها خيال واسع forty three tom decided to the army after finishing the high school tom قرر انه ايه الجيش بعد ما يخلص المدرسة يبقى ان يلطحق جيد forty four my brother works as a tour guide اخي بيشتغل كمرشد سياح خد بالك الجملة الاولى زمنها مضارع بسيط بقولك ووركس يعني معنى الكلام انه هو لسه شغال كمرشد سياح الجملة التانية بقى على اساسها هنحل بقولك he many countries since he started this job أو his job since هنا جاي بعدها ماضي بسيط منذ ان بدأ وظيفته يبقى قبلها مضارع تان تبقى الاجابة لتربيه has visited لقد زار الكثير من البلاد منذ ان بدأ عمله forty five only justice ضيوف ايه فقط attended نادر's wedding حضروا حفل الزفاف نادر because of rain بسبب المطر طالما قالك only وجستس تعادي بناخد قدامها a few فقط القليل من الضيوف forty six has the teacher explained that listen سؤال عادي خالص في زمن المضارع التام يبقى بنحط في النهاية yet forty seven dahlia put her box in the bag dahlia وضعت كتابها في الشنطة then to her school ثم ذهبت للمدرسة then ادات عطف زي and بالضبط يبقى لازم الفعل يكون زمن الفعل في الجملة الاولى put زمنها ماضي ليه ما هيش مضارع هقولك لو مضارع كان قال puts يبقى بالتالي هنختار الفعل التاني ماضي تبقى لجابة wind forty eight she is old woman who complained about everything هي سيدة عجوز بتشكي من كل حاجة يبقى هي سيدة عجوز ايه miserable بائسة number forty nine he in tanta forty three years هو ايه في tanta لمدة ثلاث سنين now he lives in cairo لان هو بعيش في القاهرة طالما بعيش في مكان تاني يبقى الحدث الاول كله حصل في الماضي وانتهى وبالتالي الاجابة lived في الماضي البسيط حتى في وجود four لان الحدث كله انتهى number fifty i haven't been to work the last two weeks طالما جاب لك the last بعدها مدة زمنية يبقى four اما last ومدة زمنية يبقى since هنا the last يبقى four fifty one he traveled abroad هو سافر للخارج leaving the children ترك الاطفال with their mother معممتهم يبقى ترك الاطفال خلفه behind fifty two our new neighbor جرنا الجديد is honest man رجل امين محتاجين اداة ناكره يبقى نختار لها اين لان الصوت المنطوعة عندنا هو صوت متحرك honest number fifty three the coach of the team مدرب الفريق put the list of players up on the A وضع قائمة اللعيبة في اللوحة الاعلانات notice board letter C fifty four apples are good for you التفاح جيد عشانك خد بالك ان انا هنا بتكلم عالتفاح بشكل عام ما بتكلمش على تفاح معين يبقى ما ينفعش نحط اداة no article اما لو اتكلم على تفاح محدد كنت قلت the apples fifty five I went to العتبة yesterday انا رحت العتبة بالامس and put black radio بذكر الشي اللي انا اشترته للمرة الاولى يبقى نحط اداة ناكرة black مبدوقة بصوت ساكن فهنختار لها letter C A black radio my sister the carpet اختي السجاد عايزين نقول غزلة السجاد they look spotless and smell good الجملة التانية زمنها مضارع بسيط وكمان بقولك رحته جميلة يعني معنى الكلام ان الحدث لسه ليه اثر او لسه خلصان حالا فمحتاجين كده زمن مضارع تام تبقى لجابة letter B have washed لانه طبعا sisters جام fifty seven my little sister went to school اخت الصغيرة رحت المدرسة but she couldn't many friends لكنها ما ادرتش ايه تكون الاصدقاء لها make friends بتاخد معها make دايما number fifty eight internet دايما لما بنتكلم على اختراع فبنستخدم اداة التعريف ذا fifty nine عندك سنس بعدها ماضي بسيط يبقى لها مضارع تام فتبقى لاجابة letter B has ordered الرئيس امر بازالة العشوائيات السلامز معناها العشوائيات منذ ان بدأ يحكم sixty my dad is in trouble بابا في ورطة وفي مأزق as he has a lot of a لانه عنده الكثير من كثير من dead's dune sixty one I haven't seen this film since انا لم ارى هذا الفيلم منذ محتاجين بعدها جملة الجملة الوحيدة هنا letter B it was released sixty two I'm sorry there is coffee left would you mind drinking tea instead هل تمانع فشور بالشاي بدلا من ذلك يبقى هو عايز يقوله آسف يوجد قليل لا يكفي من القهوة يبقى الإجابة letter D little sixty three this morning هذا الصباح I had cheese and toast for breakfast الأكلات لا تعدوا بالتالي ما بتاخدش قدامها أدايا يعنيه article sixty four scientists know there is a between cholesterol levels and heart disease العلماء عارفين انه في ايه بين مستوى الكوليسترول في الدم وامراض القلب يبقى فيه علاقة connection letter C sixty five where is علي أين علي he to the supermarket طالما بيسأل عليه فمعناها أنه ذهب ولم يعد حتى الآن فتبقى الإجابة little A has gone fifty six she filled A after she filled hair tests هي شعرت بإيه بعد ما فشلت في امتحانتها أو رسبت في امتحانتها طبعا ما ينفعش أقول شعرت بي pleased السعادة ولا happy ما تنفعش هنا بقى عندي miserable sadly ساد لي زرف ما ينفعش بعد كلمة feel feel محتاجة بعدها صفة تبقى الإجابة little B miserable base 67 وركز في السؤال ده كويس جدا بقولك she talks like her mother الترجمة عليها دور كبير في حل السؤال ده بقولك هي بتتكلم مثل مامتها the best antonym أفضل مضاد لكلمة like like لها معنين لو جات بمعنى يحب يبقى عكسها dislike أما لو جاية للتشبيه بمعنى مثلة يبقى عكسها unlike إذا unlike هنا معنىها مثلة فتبقى العكس بتاحها unlike 68 somebody might buy a skill now I will have to walk home الآن أنا سوف أضطر إن أنا أمشي للمنزل يبقى هنا حد سرق الدراجة بتاعته حدث لسه لأثر فتبقى الإجابة في زمن مضارع التام has stolen 69 she got some A on how to prepare for the test عن كيف تتجهز الإمتحان يبقى حصلت على بعض tips النصائح 70 the accident left him severely so he left his job لذلك هو ترك الوظيفة بتاعته خد بالك لما يجيب لك الظرف يبقى محتاجين بعضه صفة ففي الحالة دي الإجابة حتكون letter D disabled الحدثة تركته معاكب شدة لذلك هو ترك وظيفته 71 we ate for granted that we would be invited to the party ده تعبير محفوظة عندنا took it for granted يعني أمر مفروق منه أو مسلم به تبقى الإجابة letter A 72 72 I read a biography about life of أنور السادات في الجملة دي ما بتكلمش عن الحياة بشكل عام أنا بتكلم على حياة خاصة خاصة بالرئيس أنور السادات يبقى في الحالة دي نحطه قدامها أداة التعريف ذا 73 put some ice ضع بعض التلج on your knee على ركبتك before it A up قبل ما تتورم يبقى swells letter B 74 the manager's cruelty قصاوة المدير the employee's spirit عملتي في الروح المعنوية للموظفين يبقى قصرتها prog 75 Mr. Ali a teacher for 20 years now طالما الحدث لسه مستمر يبقى معنا الكلام أنه هنستخدم مضارع تام has been طب ليه ما اخترناش has been being لأنه ما ينفعش أحط الفعل بيه في الاستمرارية هو من أفعال state verbis 76 I saw a lot of ships أنا شفت الكسير من السفن and puts والقوارب in the A this morning هنشوف السفن والقوارب فين في الميناء البحري يبقى لجابة letter A Harper 77 we were so happy احنا كنا سعداء جدا while walking the beach عند المشي بمحاذاة الشاطئ يبقى long letter C اللي هي كلها كلمة واحدة 78 is full of ups and downs عايزين نقول الحياة مليئة بالتقلبات احنا بنتكلم على الحياة بشكل عام يبقى ما نحطش قدامها أدات بقى لإجابة لتربية life 79 during the holiday أثناء الأجازة I spent 25A pounds أنا أنفقت 25A جنيه عايزين نقول ألف خد بالك لما بحط قدام hundred with thousand ومليون رقم بحط الهاشئس يبقى لإجابة letter C thousand number 80 Sarah with her family on how to spend the holiday Sarah بتتناقش مع عائلتها في إزاي حيقضوا الأجازة مناظرة ومنقشة لها debates letter C number 81 my sister hopes to be an RA أخت تتمنى تكون A when she graduates لما تتخرج طالما في Air يبقى kid air hostess مضيف الطير 82 three days long enough for a good holiday عندك اتكلم هنا عن 3 أيام كوحدة وحدة كمدة وحدة فقط يبقى الإجابة letter A isn't ثلاثة أيام ليست كافية لأجازة number 83 عمر won the first prize مفروض دي prize وليس برايس عمر فاز بالجائزة الأولى 4.3 في الشعر 2020 خد بالك خد بالك ما تتصرعش وتقول لي since ركز الأول شوف الجملة في زمن ايه بقول لك ون ماضي بسيطي بقى ما ينفعش اختار since انا في الحالة دي هاختار in in وسنة ماضية من علامات زمن الماضي 84 the child seemed to be ill he was thin and ايه الطفل كان يبدو انه مريض هو رفيع و ايه وشيحب يبقى pale 85 everyone likes talking about كل شخص بحب يتكلم عن ايه خد بالك ان everyone تعامل معاملة المفرد لكن الضمير اللي عيد عليها جامع تبالي جابها them selves number 86 he has a serious problem هو عنده مشكلة خطيرة his car engine في محرك السيارة i think he needs a mechanic اعتقد انه محتاج ميكانيكي يبقى هنا عايزين نقول ايه مشكلة في محرك السيارة problem بتاخد معها حرف gary with تبقى الاجابة letter b 87 حسين in that flat since he moved to work خد بالك طالما سينسي جاي بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تبقى الاجابة letter d has head 88 you take it without money انت اخدتها بدون فلوس that mean ده معنى ايه معنى ان الحاجة دي free بالمجاة number 89 she was بيزي هي كانت مشغولة a biography about prof احمد زويل مشغولة كلمة بيزي بيجي بعدها جيران دي الاجابة letter c writing number 90 i invited ايمن انا دعيت ايمن to have breakfast with me ان يتناول الفطار معي انا هنا محددتش فطار معين الوجبات مابتاخدش قدامها اداي يبقى no article اما ممكن نحطه قدامها اداة التعريف ذا لو احنا بنتكلم على فطار محدد وصفنا الفطار فهنا هتبقى لجابة no article 91 سعيد is hated as he is سعيد مكروه لانه ايه اكيد لانه شخص متنمر يبقى لجابة لطربيه bolly 92 far as i'm concerned دا تعبير على بعضه as far as i'm concerned 93 my broken pc computer بتاعي المقصور yesterday طبعا الكمبيوتر ما يصلحش نفسه هو حيتصلح يبقى الجملة مبنية للمجهول في زمن الماضي تبقى لجابة letter c was fixed 94 is there a between crime and poverty حالنا زيها كتير عايز نقول هل يوجد علاقة بين الجريمة والفقر علاقة أو صلة connection letter a 95 we should the quality of our local products يجب علينا جودة منتجاتنا المحلية to be exported in large numbers حتى يتم تصدرها بعدد كبيرة يبقى يجب علينا أن نحسن جودة المنتجات improve i am tired أنا متعب because today's work لأن عمل اليوم has been كان ايه كان stressful كان مجهد أما كلمة stressed معناها مجهد بنوصف بها الأشخاص أنا لمجهد لكن العمل مجهد 97 don't take it for a that other students will start a conversation التعبير التعبير ده خلاص احنا حافظينه take it for a for granted letter b 98 tom tried to make friends tom حاول يكون صدقات to overcome لكي يتغلب على هزء على وحدته loneliness بعد هز محتاجين اسم تبقى لجابة letter b 99 as as I'm concerned that was the best film of the year برضو ده تعبير محفوظ as for is تبقى لجابة letter a على قدر معرفتي او في رأي ان هذا هو افضل فيلم في السنة number 10 I haven't seen him the last conference خد بالك ان the last عشان ناخد معاها four يبقى انت بحتاج بعدها مدة زمنية لكن هنا مفيش مدة يبقى نختار since 101 my teacher is angry with me لان عملت نفس الخطأ مرتين خد بالك بجملة الاولى مضارع يعني الكلام لسه حاصل حالا فبالتالي هنحطها في المضارع التام have made letter c has the road been paved هل الطريق تم رصفه السؤال في المضارع التام لكن الاجابة yes it last week تحطلك علامة على الماضي البسيط يبقى هنا الاجابة لازم تكون ماضي بسيط لكن مبني المجهول لان الطريق هنقول ايه رصف يبقى was paved اما has been paved ما تنفعش هنا لان في last week من علامات الماضي البسيط number number three he received god education at Oxford University education لا تعد لكن هو هنا حدد لك نوع التعليم god education يبقى بالتالي نحط قدامها a a god education number four i read useful book last week بنذكر الكتاب المفيد للمرة الاولى يبقى هنستخدم اداة ناكرة عندك يوسف اليوت نطقت كسود ساكن ففي الحالة دي نختر لها دات النكرة a number five i'm very busy انا مشغول جدا i have to do today انا عند الكثير اللي كي افعله يبقى اللي جابة a lot i have a lot to do a lot ينفع يجي بعدها حرف الجري to بعد المستر according to the airline schedule طبقا للجدول بتاع خطوط الطيران the flight to paris at 9 pm tomorrow طالما عندنا جداول الموعيد ساب طيبة في الحالة دي بنستخدم مضارع بسيط تبقى لجابة leaves number seven farmers keep a such as cows and buffaloes to help them in their fields عندك الأكار والجموس ده عبارة عن levistock ماشية تبقى لجابة litter d levistock اما litter b poultry فمعناها دواجن يبقى خد بالك poultry دواجن levistock ماشية eight my mother warned me ماما حذرتني touch the hot pan warned بيجي بعدها مفعول وبعد كده not to يبقى لجابة litter c not to touch the hot pan nine are people who aren't generous ناس ليسوا كرماء يبقى ناس بخيلة تبقى لجابة litter d misers اما miserable دي معناها بائس فاخد بالك من الفرق بنت اتنين number ten a girl can't look after herself عايزين نقول ان بنت في عمر الاربع سنوات لا يمكنها ان تعتني بنفسها يبقى مع العمر بناخد eight eight four litter d number eleven i was over the moon after the last exam i had انا كنت طائرة من الفرحة بعد اخر امتحان i had اي i had passed اكتستو twelve you can't say she is fat لا يمكن ان تقول عليها تخين يبقى she is slim slim معناها ممشوقة القوام litter c thirteen i injured my knee انا جرحت ربتي and i haven't played football then وانا ملعبتش كرة قدم منذ ذلك الحين يبقى since then fourteen علي is a clever student i have ever seen الجملة اللي قدمك دي معناها ايه معناها it's the first time for me ان دي اول مرة بنسبالي to see a student who has the degree of cleverness ان اشوف طالب بنفس درجة المهارة دي يبقى لجابة litter c number fifteen men z a include no well عايزين نقول ان المستندات بتاعت الرجل الميت ما كانش فيها وصية خد بالك ان paper لا توعد لو معناها ورق اما لو جاية بمعنى مستندات فينفع نجمحها ونقول papers اذا الاجابة litter c number sixteen it's taken for خلاص احنا عرفناها taken for granted يبقى لجابة litter b that pulling is a bad behavior ان التنمر ده سلوك او تصرف سيء which we all must change اللي لازم كلنا نغيره seventeen they sent s o s when the ship began to sink طالما جاب لك الاختصار بيتنضع في صورة حروف شوف الحرف اول صوت في a s يبقى متحرك بالتالي هنختار لها لتر b n n s o s number eighteen no doubt that لا شك في ان there is a between smoking and cancer برضو حلينها كتير ان في علاقة او صلة connection nineteen france is european country عايز نقول لنا فرنسا دولة اوروبية يبقى احنا محتاجين اداة الناكرة الصوت المنطوء هنا u يبقى صوت ساكن فحنختار لها اداة الناكرة a twenty the poor from high prices خد بالك ان poor معناها فقير والذابور الفقراء يبقى هي هنا جمع فالاجابة الصحيحة تكون letter b صفر لان انت عندك letter a و c و d محتاجة اسم مفرد اما the poor اسم جمع فما ينفعش نختار هنا غير صفر اشتركوا في القناة